غطت الثلوج التي تهاطلت منذ ليلة الاثنين على ولاية قسنطين معظم ارجاء المنطقة خاصة المرتفعة منها مخلفة مناظر طبيعية خلابة جعلت عشاقة ومواطنية صخر العتيق يخرجون رفقة ابنائهم للعب والتقاط الصور التذكارية بالرغم من الانخفاض الكبير المسجل في درجات الحرارة والتي وصلت الى مدونة سفرة الا ان هؤلاء فضلوا دفء المنظر وروعته على برودة التقصى مواطن ولاية قسنطين اختاروا التوجه الى المناطق الجبلية والغابات بغرض الاستمتاع رفقة ابنائهم بالمناظر الساحرة التي رسمتها الثلوج فالبعض منهم اختار منطقة المريجة الاخيرة التي عرفت اقبالا معتبرا للعائلات فيما اختار البعض الاخر منطقة جبل الوحش والتي تعد من المناطق المرتفعة بولاية قسنطينة اين طبعت المنطقة اجواء من البهجة وسط لعب الاطفال وامان الكبار بان تكون بداية سنة جديدة ملؤها السلم والامان اشتركوا في القسنطينة وبالرغم من التهاطل المستمر للثلوج بعاصمة الشرق الجزائري الا ان حركة المرور ظلت ممكنة ببلدية قسنطينة اشتركوا في القناة